نظموا تحلف القوى المدنية من أجل المناخ مسيرة بهدف تقليل استخدام الوقود الحفورية حيث يتسبب في زيادة الانبعثات والاحتباس الحراري ورفع درجة حرارة الأرض موسيقى نعرض بالنادي لاستخدام أقل للوقود الحفورية لأنه يسبب مشاكل كبيرة جداً مثل الاحتباس الحراري ونستخدمه حالياً بكميات مهولة جداً مع وجود بديل وهو الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياح ومع ذلك كميات استخدامنا حالياً ممكن تخليه يكون مش موجود على 20-50 فنحن نحتاجين نعمل خطة استراتيجية التي هي موجودة في الأساس على 20-50 إن نحن نستبدل الوقود الحفوري بالطاقة المتجددة نحن على مدار الفترة اللي فاتت في خلال فعليات كوب 27 نظمنا العديد من الوقفات الاحتجاجية بمواضيع مختلفة والنهاردة الموضوع اللي إحنا موجودين ونعمل وقف عشانه هو موضوع الوقود الحفوري إيه مشكلة الوقود الحفوري؟ مشكلة الوقود الحفوري إن إحنا دلوقتي استخدامه بيسبب امبعثات كربونية كبيرة جداً وده بيزود الاحتباس الحراري وبيأثر على درجة حرارة كوكب الأرض وده بيؤدي لتغيرات مناخية كبيرة جداً على الجانب الآخر معدل استغنامنا الوقود الحفوري أصلاً معدل كبير جداً فده هيخلي في أقل من 50 سنة الوقود الحفوري ينتهي من على كوكب الأرض فإحنا هنا بالنادي إنه يتم تقليل استهلاك الوقود الحفوري نبتدي نعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة عشان نقدر نوصل لخطة 2050 للتكايف على ظروف تغيره المناخ إن إحنا نوصل لمية في المية من استهلاكنا طاقة جديدة ومتجددة ده إحنا مش هنقدر نوصله في 2050 مرة واحدة لازم يبدأ تدريجياً فلازم ننادي بده من دلوقتي